أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي خلال أعمال المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين الذي ينظمه المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف أكد أن الرئيس عبد الفتاح أسيس دشا عهدا جديدا في مجال تعزيز أسس المواطنة سبع من خلال تشريعات التي تكفل الحريات الدينية أو إطلاق الاستراتيجية الوطنية التي تعزز من حقوق المواطنين نسمى الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية تحت قيادة صاحب الفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظ الله ورعاه الذي دشا عهدا جديدا في مجال تعزيز أسس المواطنة سواء من خلال التشريعات التي تكفل الحريات الدينية أو إطلاق الاستراتيجيات الوطنية التي تعزز حقوق المواطنين على غرار الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان أو من خلال تنفيذ المشروعات الغومية التي تستهدف الجميع وخاصة الفئات الأولى بالرعاية وأثني في هذا الشأن على مشروع حياة كريمة وغير من مشروعات مبادرات الرائدة التي تستهدف توفير الحياة الكريمة للمواطنين والتي تعزز في الوقت ذاته قيم الولاء والإنتما لديهم ترجمة نانسي قنقر